خلي بالك انا كان ممكن اشوفها الوحدي وقلبها كده واعديها وابتق بس عشان انا جدع هشاركك وهوريها لك اغرب صورة في 2023 بص الاستورة دي كده بص لها تاني كمان بص هاتها يمين وش مال ادركت اللي فيها لسه ما ادركتش تعال انا اقولك اللي فيها الصورة دي في ماتش الزمالك والبنك الاهلي عادي جدا ايه المشكلة يعني الركنية دي علينا يعني البنك الاهلي هشروح لك اكل نقابية جوار ده البنك الاهلي هيلعب ركنية علينا بتترفع من هناك خالص كده عشان يطلع حد من المهاجمين يحطها فينا تبقى هدف فاحنا بدورنا بنمسك الاخصام علشان ندافع عن مرمانة وما يخشش هذا الهدف ايه بقى اللي تم عندك الشاب محمد اشف روء الزمالكاوي ماسك اخوه في الله ناصر منسي الزمالكاوي برضو وماسكة ماسكة عديقة ماسكة جديدة اللي هو مش هتشكل خطورة علينا يا ناصر فحتى بص طيب ايه تفسير الصورة دي احتمالات كتير رمضان كريم فتح يا عليم تلاتين ليلة ما ينفعش ان انا امسك حد الغريب المسكة دي اممكن يبقى مثلا فيها مفترات او حاجة طيب احنا عدينا الليفل ده اصلا تفسير تاني عدينا الليفل ده احنا ما نمسكش اصلا مهاجمين احنا احنا نمسك بعض يا باش احنا بتوع بعض احنا شبه بعض مهاجمين وتلزيق وفرق تاني احنا ناس معاها فلوس وملايين تفسير طب تفسير اخير ممكن يكون احنا وصلنا الليفل تالت خالص في دنيا تانية ما اجمل ان يعيش الانسان في دنيا تانية مع نفسه كوكب فاحنا وصلنا لليفل ده احنا مع نفسينا في دنيا تانية تفسير برضى فانا مش عارف احترتي في التلات تفسيرات دل ولكن هي ليها تفسير وغربتها في حلوتها ما حصلتش قبل كده هي دي غربتها فلا انا بتكلم عليها من اول الفيديو فهمت بقى وهسيب لك انت التفسير شغله في دماغك براحتة ليه اشرف روقة مسك اخوه في الله ناصر منسي في رقنية علينا اصلا بس